ليس من الأفضل زي ما الشيخ خلدون قال أن نعدد الزوجات بدلا من اتخاذ الخليلات والعشيقات مسنا وسلاس ورباع أيضا في أوروبا فرد حضرتك على السؤال ده إيه؟ أو على هذا يعني هذه الجملة أعتقد أنها جملة مهمة ولابد أن يجاب عليها وكثيرا في الحقيقة هذه الجملة ما أستمع إليها أي؟ حينما نتناقش في مسألة مثلا تونس هي الدولة العربية الوحيدة التي منعت عدد الزوجات وبطبيعة الحال المنع تم وفقا لقراءة توخت المنهج الفقه المقاصدي والذي اعتمده شيخنا الفاضل محمد الطهر بن عشو حينما أكد أنه مسألة العدل بين الزوجات حينما نعدد وجودهن سينتفي البتة لأن الميل سيكون موجود نفسيا أو ماديا ولهذا بس لسا ما جاوب ناشي يا دكتورة هاجر على ما طرح الشيخ خلدون الشيخ خلدون طرح أنا عادة دائما أمهد نعم فرنسا، هولندا، دول أوروبية كثيرة فيها تعدد الخليلات فلماذا تهاجمون تعدد الزوجات بينما المجتمعات الليبرالية العلمانية تعدد الخليلات أكيد عندك إجابة لما بتتناشي نحن لا نهاجم نعم نحن حتى في تونس لا نذهب بعيدا للدول الغربية فيقالوا لنا ترفضون إذا منع عنكم تعدد الزوجات ولكن تقبلون تقبلون بوجود الخليلات وهذه عملية القياس هي مغالطة في حد ذاتها فلا نعدد بالنسبة إلي أنا شخصيا أدين أدين التعدد وأدين الخليلات من منطلق أنه نفسيا اجتماعيا اقتصاديا التكوين أسرة هو سكن الروحي للروح فأنا أصطبط البعد المقاصي للنص القرآني وأصطبط جوهره لا أحد يشكك في أن الزواج قديما حديثا في المستقبل ينبغي أن يقع تأمينه بسكن روح للروح فإن عددنا في الأرواح والأجساد نقول مثال واضح دكتورة هاجر مثلا زوج تونسي زوجته مريضة مثلا يقال الكلام دا دايما ردا على مسألة أن في تونس مسموح بزوجة واحد إذا كانت الزوجة الأولى مريضة مرض شديد والزوج يريد الزواج بثانية فلماذا يقف القانون التونسي ضد هذه المسألة؟ تبرير حضرتك إيه؟ يقف القانون التونسي لأنه أصبحنا ننظر إلى الكائنات الإنسانية ننظر للإنسان ذكرا كان أو أنثى هو كائن وهو مواطن لأن هذا السؤال يطرح للرجل إذا كانت زوجته مريضة لنفترض سأقلب الآية أن الزوج مريض لو كان الزوج مريضا طب دكتورة نعم لو كان الزوج مريضا نطرح هذا السؤال على شيخ خلدون وكانت الزوجة في كامل قواها شيخ خلدون ماذا لو كان الزوج هو المريض؟ من نفس واحدة أستسمحون للزوجة بأن تتزوج آخر؟ إذا كان أقول لك أنا بس بدي أنطلق من مقول يعني من أساس معين أي على الدكتورة هي تعلم بالتأكيد أن الأصل في الزواج هو له معنى تعبدي وتناسلي للحفاظ على النوع البشري انطلاقا من قوله سبحانه وتعالى للإنسان أني جاعلهم في الأرض خليفة فالمرأة هي مكان الإنجاب لكن كما قالت أو كما سألت أنه في حال كان الزوج مريضا نحن قلنا إذا كانت الزوجة مريضة أو لا تنجب من حق الزوج هذا أصبح من حقه أن يتزوج بالثانية لو الزوج هو الذي لا ينجب إذا كان الزوج لا ينجب من حق المرأة من ناحية الشرعية والفقهية ولدى كل المدارس الفقهية في شريعتنا الإسلامية من حقها أن تطالب أو تقدم دعوة تفريق بينها وبين زوجها والقاضي ملزم إذا ثبت لديه وأنا قاضي وأتعاطى بهذه القضايا إذا ثبت لدي أن الزوج عقيم والزوجة من حقها أن يكون لها أبناء هذا القانون والشرع يفرض علي أن أطلقها من زوجها ولو كان غير راضي على الطلاق كما تعلم أن الطلاق هننتقل بس لدكتور هاجر أهلاً